قالك رسالة صوتية ده بقى الجديد ودي بقى الحاجة اللي بيبعتوها الناس لبعض على واتساب فقالك رسالة صوتية انتشار مرض شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية لما يحصل كلمة انتشار ده معناها انه أكيد كلمة انتشار تساوي انه أكيد بعد الشر عن حضراتكم وعن السمعين في حد انت تعرفه جاله شلل الأطفال بقى ده انتشار بقى همكلم بقى خلاص الموضوع أصبح وبقى كورونا هو لما كورونا انتشرت يا مولانا في بيت في مصر ما كانش عارف انه ده ابن عمي جاله ده جارنا اللي فوق جاله ده ابن أختي جاله ده ابني جاله ده أبو مش كده ولا ايه فين بقى الانتشار يعني من تعرفه حصله حاجة ربنا يا رب يشفي يا وجه يعافي الجميع طيب فهو كما وجرت العادة المركز الاجرامي المجلس الوزراء يبدأ يشتغل فيتوصل مع وزارة الصحة والسكان فالوزارة تقول يا جماعة مفيش من ده لا صحة على الإطلاق لانتشار مرض شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية الرسالة المتدولة لا أساسا لها من الصحة لم يتم رصد أي حالة خد الجملة بقى أي نفيا قاطعا يعني نفي قاطعا أي لم يتم رصد أي حالة مصابة بشلل الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية آخر إصابة تم تسجيلها بمرأة شلل الأطفال عزيزي المواطن كانت سنة 2004 من 18 سنة و10 تشهر وأعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من هذا المرض منذ 2006 ما فيش حاجة بل أن منظمة الصحة العالمية قال لك إيه قال لك مصر تمتلك نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية بيعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسبب أو أسف قد تتصرب داخل البلاد وبيشددوا على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية ليه؟ ده لرفع الحالة المناعية للأطفال الأقل من خمس سنين الحفاظ على مصر خالية من هذه الأمراض عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد هو أي حد يسجل حاجة بصوته وتتبع تقول لك أنا الدكتور فلان الفلاني وكيل الوزارة العلانية أو الدكتور بقى مثلا هنفترض كده أزاد صحيح يا جماعة المرض أصبح منتشع أنا بس عندي سؤال هو حضرتك عارف الدكتور فلان الفلاني وكيل وزارة الصحة اللي بيتكلم ده لو أنت عارف صوته ابن خالتك مثلا يعني أنت عارف أنه هو ده أول ما سمعت صوته يا خبر جد الدكتور فلان معقول إيه